مباراة النادي الاهلي وهي المباراة الصعبة جداً أمام نادي سيراميكا يعني الحقيقة الاستعدادات على قدم وصاق زي ما احنا شايفين كده كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي دائماً وأبداً كعادته في المصافحة للعبين قبل التوجه إلى الملعب إن شاء الله بإذن الله يكون يوم خير بإذن الله وإن شاء الله بإذن الله تكون يعني إن شاء الله بداية موفقة في الدور المحلي للنادي الاهلي هذه كابتن سامير عدلي كابتن محمد رمضان وقفين هذه كابتن سامي أمصان المدرب العام للنادي الاهلي وبقي أفراد الطاقم المساعد للنادي الاهلي وفريق النادي الاهلي بعد أن أنهى المحاضرة يستعد للمغادرة إلى أرض الملعب بإذن الله أول اللاعبين هو إمام عشور نجم النادي الاهلي ويعني تصور كده شكل إمام بيقول حاجة هل رمضان هل إمام هيكون أساسي ولا احتياطي ده اللي هنعرفه دلوقتي ومحمد الضماطي رئيس بعثة النادي الاهلي عدد كبير جدا من أعضاء مجلس الدارة موجودين رامي ربيعة نجم النادي الاهلي وواحد من أفضل اللاعبين هذا المسم باقي الطاقم المعاون أفشة اللي ابتسامة بتقول حاجات كتير شناوي كابتن الفريق اللي الحقيقة دائما وأبدا سد عالي ليه النادي الاهلي وأدي كمان خي أسر وخارد عبد الفتاح وباقي اللاعبين مشيل يانكون مدرب حراس المرمى لحظة بلحظة بنورديك اللي بيحصل داخل معسكر النادي الاهلي مرسل كولر المدير الفني وأيضا الطاقم المعاون والمساعد لمرسل كولر عمر السلية نجم الفريق وأحد كباتن النادي الاهلي الهمين جدا 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 الحقيقة اللي يدور قيادي دائما وأبدا مع محمد الشناوي كابتن الفريق مصطفى شبير حارس مرمى النادي الاهلي ويبدو أنه سيكون له دور اليوم فيه اللقاء نبعرف دائما كده من الماشية من التعبيرات الوجوه بحاول استشف كده لكن التشكيلة لسه حتى هذه اللحظة ما جات لناشر رسمية لا النادي الاهلي ولا النادي سيراميكا كيلو باترا لكن التركيز واضح على اللاعبين حمزة علاء حرس مرمى النادي الاهلي أيضا ثلاث حراس على اعلى مستوى سواء كان شناوي أو شبير أو حمزة علاء ومعهم كمان مصطفى مخلوف حقيقة الاهلي دائما وأبدا عبر تاريخه يمتاز بحراسة المرمى الجيدة والكبيرة دي حسين الشحات ودي أكرم توفيق واضح التركيز بس أرجو أن يكون تركيز بلا خوف وبتبان بقول لكم شكل اللعيب كده بيبان من خروجه وإذا كان يعني هلعب أساسي ولا مش هلعب أساسي بس تشفها كده بحكم خبرتي شوية يعني هذه الأجواء الأخيرة لفريق النادي الاهلي قبل الذهاب إلى الملعب ملعب محمد بن زايد حوار جانبي بين كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي وكابتن محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الاهلي ومدير الكورة